اشتركوا في القناة اختم كلامنا عن مسألة التجريب التجريب يا سيدي مش انك انت تحاول مرة ويبقى اسما انجربت لا التجريب معناها ان انت تستمر في العمل وتعدل وتقيم اللي انت عملته وتستمر في العمل هو ده معنى التجريب التجريب ده هو اللي بيخليك تعيش في انوار ان انت تكون من الذين يسيرون في الارض وينظروا كيف كان عقبة الذين كانوا من قبلهم هنا ساعتها هتكون انت انسان بتتنور بانوار الله سبحانه وتعالى بتنظر وتحلل وتبحث وتسأل وكمان تجرب مرة واثنين وثلاثة تعالوا بقى نشوف اسئلتنا الاسئلة اللي وصلت لنا من حضراتكم عشان نشتغل عليها ونحاول بقدر امكان نقدم لها اجابات وحلول السؤال اللي يقول ايه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا شاب متزوج بفضل الله وكرمه زوجتي حامل الحمد لله بنتم بخير وكما تعلم شيخنا الفاضل اننا في شهر رمضان ومنعت زوجتي من الصيام خوفا على صحتها وصحة الجنين رغم اضرارها بانها تريد الصيام وقادرة عليه فهلو هناك وزر علي شيخنا الفاضل هو الوزر بس ان المفروض ان مش انت اللي تقول كده المفروض الطبيب هو اللي يقولها كده يعني مش انت اللي عدت تروح تقولها افطاري لانك انت مش قادرة لا اولا اللي هيقول انه هو مش قادرة واحد من اتنين اكيد مش انت بس عشان بس نبقى عارف يعني حتى انت بتقول رغم اصرارها على ان هي عايزة تصوم فانت فطرتها بالعافية انا حاسس ان في مشكلة في العلاقة الزوجية اقولها لك بس بعد ما جاوبك على السؤال الفقه الاول اول حاجة اللي يحدد مين اللي يصوم ومين اللي ما يصومش ودي على فكرة ما فيهاش طاعة يعني ما تجيش انت تقول ده من باب طاعة الزوج لا ده مش من باب طاعة الزوج ولا حاجة اللي يقول هي تفطر ولا ما تفطرش الطبيب وهي مش حد تاني يعني ايه الطبيب وهي الطبيب يقول والله صحيا هي ما تقدرش تصوم وهي تقول والله انا مش قادرة يعني لو واحد بيعمل عمل شاق ومش قادر فهو هو البصير على نفسه يعني واحد بيعمل عمل شاق ومش قادر يصوم فران مثلا بيشتغل في اعمال السفلاتة في الشارع ولا في اي حاجة وهو مش قادر يصوم مش قادر هو بصير على نفسه اما وان حضرتك بقى عايز تحسسها ان انت خايف عليها ماشي يعني ماشي يا خايف وخايف على الولد كمان فبتفطرها اقول لك حاجة بيني وبينك كده كاينها ايه ما سمعتكش كاينها مش هتسمعني مش هتسمعني ايه ايه بقى اقول لك ايه هي كده هتحس ان الولد عندك اهم من راحتها والحاجة اللي بتحباه ده بيني وبينك ايه مش هتسمع ان ايه بقولك كده سيأكيد كانت محتاجة ان انت تسمع وتعرف الكلام ده لان في لحظة ما الزوج بيصر على حاجة خلاف مراد الزوجة وخلاف ارادتها وخلاف ما هي بتقول انا قادرة مش بيوصلها معنى ان انت بتحباه بيوصلها معنى ان انت بتتحكم فيها وانا حاسس فيه رجالة كتير لما بييجي الزوجة بتاحمل بيحس ان هي بقى عنده حكمة كده عالية كده عارف مصلحتها ومصلحة الطفل لها وبيحس ان هو خلاص ابتدى يبقى ابو يبقى مسؤول فعليه ان هو يخلي الزوجة تسمع الكلام غصبا عنها او لا غصبا عنها ده يرفع عندها الضغط وغصبا عنها ده وتيخليها يجي لها الام غير مبررة لان الام دي هتجي لها من نفس من الامر النفسي ويتحس ان هي حاسة ان هي الحملة ده مش حملها او الله انت مش بيصدقني فلذلك انت خلي نعدل السؤال هل انت كنت مصيب هل كنت مصيبا فيه انك انت اجبرتها ان هي تفطر الجواب لا دي مش قضيتك دي قضيتها هي علمها ان دي قضيتها هي ان انت تضغط عليها عشان تفطر وهي بتقولك ان هي قادرة وها تقدر تستحمل ده الحل الوحيد ان انت تاخدها للطبيب فالطبيب يقول ان هي ما تقمي لا ده فيه خطر عليها ان هي تصوم لان المرضى الله سبحانه وتعالى قالوا انت سوموا خيروا لكم فهو ايه لو هي صامت سواء كان مسافر او كان مريض فصام فدوة فضل من عند الله سبحانه وتعالى فانت ليه بتكبرها وتقهرها انا ياسف هي 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 تقول كده ان انت بتقهرها ان هي تصوم ان هي تفطر طيب هي لو كانت قادرة تصوم وعايزة تصوم وانت بقى خليتها تفطر والدكتور تمدي لها رخصة ان هي تفطر لا ما عليهاش قضاء طيب انت لو اكبرتها ان هي تصوم والدكتور قال لها تصوم يبقى انت كده فطرتها غزبا عنها وهي اعتقد الايام اللي عليها يا نهرابيض اه يا نهرابيض اعيد الكلام مرة تانية لو الدكتور قال لها انت ما تصوميش عشان الحمل خلاص يبقى عندها رخصة فانت كلامك اصاب الامر ده وانت خليتها تاخد بالرخصة بالعافية يا طبعا ما تفطر تفطر بارادتها بس انا عايز اقولك ان التصرف نفسه تصرف مش في محله لازم تخليك معها لازم تخليها وفي الفترة فترة الحمل بالذات تخليها هي تحس بيها عايز تقنعها بانها تفطر كنت لازم تاخدها للدكتور والدكتور هو اللي يقنعها مش انت اللي تفرض عليها مسألات الايه الافطار السؤال اللي بعد كده بيقول ما اقصى مدة لحلاقة شعر العانى وهل حلاقتها في نهار رمضان يفطر وهل يوجد اوقات غير مستحبة لحلاقتها وهل عدم حلاقتها الفترة طويلة احمل عليه ذنب ولا تقبل الصلاة والصوم والصلاة طبعا لازم نعرف ان فلسفة ما يسمى بسنن الفطرة هي فلسفة الجمال وترك الانسان نفسه وترك سنن الفطرة زي مثلا حلق العانى ده لمدة طويلة هذا يجعل الانسان في حالة مش هي الحالة المرضية ويجعله في حالة منفرة وهذه الاشياء تجعل الملائكة لان الملائكة تنفر من ابن ادم كما ينفر ابن ادم فالحياة دي اللي سألت عن المدة القصوى ما تزيدش عن الاربعين يوم الامر التاني وهل حلاقتها في نهار رمضان يقف طلق بالعكس حلاقتها في نهار رمضان يقف طلق بالعكس حلاقتها في نهار رمضان ممكن يجعل السبب اعظم طيب لانك انت بتعمل طاعة والطاعة مضاعفة في رمضان وهل عدم حلاقتها الفترة طويلة احمل عليه ذنب لو ان الامر وصل الى التضرر اما اضرار الاخرين او ضرر الذات نفسها او ضرر النفس نفسه اه ممكن توصل لده بس هي في ذاتها كده لا هي مستحبة ان انت تعمله ولا تقبل الصوم والصلاة لا ملوش دعوة ده بان الصوم والصلاة ده لا ابطال ولا حاجة بس انت بتعمل شيء ليس من قبيل الجمال انت عليك ان انت تعمل ده وبشكل واضح ولا تلتفت لان بعض الاحيين عندهم مسواس ان هو لو حلق العانة هتزيد عنده الشهوة ده كلام فارغ ده كلام من النفس الامره بالسوق كل دي حاجات مش حقيقية انه وبعضهم بيقول ان ده تنوع من انواع الرجولة لا هو ده مش من رجولة ده على اسف يعني هذا من عدم النظافة هذا من عدم النظافة وعدم الجمال فنتقل الله سبحانه تعالى ونعمل الامور ديت وانا جاوبت على اسئلة حضرتك كلها لها حلقها لن يكون في الصيام لا يؤثر ولا يفطل في رمضان ولكن في نفس الوقت عدم حلقها لا يبطل الصوم والصلاة ولكن يبطل الجمال يا اخي يخليك يا سيدي بعض العلماء ذهب الى ان سنن الفضرة دي واجبة فاتقل الله سبحانه تعالى احنا لا نسير بانها واجبة فاستتقل الله سبحانه تعالى في نفسك واتقل الله في الاخرين السؤال التالت بيقول ايه انا ولد في سن 12 سنة تصاحبت على ولد في سني يقول لي كلاما ليس في سني يحدثني عن البنات وعن كلام عيب وانا لا اريد ان استمع له وكان ساجعني ارسب في امتحاناتي فماذا افعل معه وشكرا جزيرة اكتنبوا يا سيدي انا شاكل لك على هذا السؤال ويا ريت كل اولادنا يسألوا بدري كده وهو اتخوفوا اولادنا ان هم يسألوا لو سمحتوا مسألونا كل الاسئلة اللي انتوا عايزينها طيب ايه اللي حاصل المسألة البساطة ان هذا الشخص هو في الحقيقة في هذا السن لما بيتكلم عن ده احتمال كبير يكون على وشك ان هو يبقى عنده اضطراب في الشخصية والاضطراب في الشخصية في الوقت ده معدي معدي يعني هو ممكن يعديك تيبقى عندك نفس الاضطراب اللي عنده احنا مش عارفين هو بيكلمك الكلام ده ليه وهو تعرض لإيه فهو في الحالة دي ممكن يكون هو نفسه مش مستقرة وانت لو قعدت معاه وصاحبته ممكن كمان انت نفسك تبقى مش مستقرة بقول كده ليه لاني بالدراسة وبالبحث وجدنا اكثر الناس اللي بيتكلموا في سن مبكرة عن الاشياء الجنسية وعن النساء وعن كذا بيدور اللي حصل لهم ده في شوية حاجات بيدور على التلصص الجنس ان هو كان عنده تلصص على السيدات وعلى النساء او ان هو تعرض لنوع من انواع الاعتداء الجنسي او ان هو لانه تفتح عليه عالم هو ما يعرفوش فابتدى يتعرف على العالم ده او الحاجة التالتة ان هو يعني بعد ما حصل كده الحاجة التالتة ان هو للأسف شاف حاجات في بيته ما كانتش يجب ان هو يشوف دولا الاسباب اللي بتحصل لما الاولاد يتكلموا في الكلام ده بشكل مبكر فعشان كده لا ابتعد عنه ابتعد عنه بشكل لطيف يعني مش لازم انت ابتعد عنه تقوله انت على فكرة انت شرير لا ابتعد عنه بشكل لطيف حاول ما تعدش معاه انا شايف ان انت بتقول ان انت يمكن شايف فيه صفات جدعانة او صفات تانية فعيام بتخليك ان انت ولكن المرء على ديني خليلي فليانظر احدكم من يخالل انت الصفات دي انت ما بتحبهاش فلازم تبتعد عن ده ويبقى عندك لو هو جي يكلمك وعطبك قل له انا لا احب ان انا ولو استمع بهذا الكلام عايز تصاحبني يبقى تبتعد عن هذا الكلام لو ما ابتعدت قدش خلاص مثل الجليس الحسن وجليس السوق كصاحب المسك ونافخ الكير انت ما ازنش انت محتاج ان انت لا صفاتك تتغير ولا ان قلبك يتوجع ولا اي حاجة ولا انك انت تبتعد عن ربنا يبقى الحل وايه انك تبتعد عنه شيئا فشيئ بطريقة لطيفة واعرف ان ربنا سيفدلك صديقا افضل منه ان شاء الله سبحانه تعالى طيب ما انصحوش انصحو لما يكون ده ممكن لكن اذا انت ما اكنش ده ممكن يبقى انت مش هتقدر تصاحبه وخلي بالك بعيد الكلام ده هذه الصفات في السن اللي انتو فيها معدية يعني ايه معدية بتسري من الشخص الى الشخص التاني كده من غير ما التاني يحس فعشان كده لازم تنتبه ولازم تسرع بعدم المقوس معه فترة طويلة وبعيد شكرا على انك انت سألت وانا ممتن جدا جدا لسؤالك السؤال بعد كده بيقول لو سمحت يا دكتور عمر ما هو الدعاء المناسب اذا اننا ندعي به علشان زوجي يحبني هو افضل دعاء ممكن ندعي به علشان ينصلح الحال ان احنا نسأل الله سبحانه تعالى بانه الحبيب الاقرب الايجال سبحانه تعالى ان يجعل الحب بيني وبينه زوجي واننا اقول اللهم انك جعلت الزواج منة ونعمة واجعلت بين الازواج بابا من ابواب السكينة فاسألك بحق ما تجعله في البيوت من مودة ورحمة ان تجعل زوجي احب الي من نفسي وان تجعلني الى زوجي احب اليه من نفسي كده فاذا حصل ده يحصل المواد ده والرحم انا اصلي احب اليه من نفسي ايه من نفسي الامارة بالسوق لان اللي عامل الفجوة بينكم انتو الاثنين عارفين ايه اللي عامل الفجوة بينكم انتو الاثنين هي النفس الامارة بالسوق فإذا دعينا بدأ فإن شاء الله سبحانه وتعالى ربنا يقدم منكم ويؤسر الأمر ده إن شاء الله ويكون في محبة ومودة بينكم إن شاء الله ربنا يؤسر هذا يا رب اجعلهم يا رب أنا في محل نظرك باللطف والمودة والرحمة يا رب أم لبيتهم بالسعادة وبالقرب وبالحب حتى يتقربوا إليك يا رب أنا بهذا الحب فتقبلهم في ديوان محبوبين يا رب العالمين السؤال اللي بعد كده بيقول أرسل لكم من إنجلترا أهلا وسهلا بيكم على إنجلترا كله على قطرة العين تفطر لا قطرة العين لا تفطر لأن العين ليس منفذا مفتوحا العين ليس منفذا مفتوحا العين ليس زي الأنف الأنف منفذ مفتوح يتفتح كده يتحط في الأنف ممكن يصل إلى يصل إلى الجوف يصل إلى الحق لكن العين ليس منفذا مفتوحا يقول لي طب ما بعض الأحيين بنحس بتعامها ده لا يبقى هو دوت برضو لأن العين ليس منفذا مفتوحا نحن عندنا الأشياء اللي تفطر هي الأشياء اللي بتدخل الجلد أو اللي بتدخل الجوف من منفذ مفتوح فلذلك الجلد مش منفذ مفتوح الجلد ماله مش منفذ مفتوح وذلك كل الحقن لا تفطر لأنها لا تدخل من منفذ مفتوح وكذلك العين ليس منفذا مفتوح يا سادة احنا النهاردة اتكلمنا عن لابنة مهمة جدا 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 في بناء المستقبل في ناس كتير بتغفل عنها في البيوت البيوت ايه اللي بيخلي البيوت تتمري ملل وتتمري سأم ويبقى فيه خرس زواجي ويبقى اللي بيخلي الأولاد يحسوا ان أباهم مش أكفاء ولا أمهاتهم قادرين انهم يكملوا معاهم المشوار عارفين ايه؟ ان البيوت ما بتجربش وان الاسر ما بتجربش فالمستقبل يبقى وكأنه مغلق اللي بيفتح أبواب النعيم ويفتح أبواب الجمال في المستقبل وان احنا نجرب وكل ما نجرب كل ما بنقرب بنقرب من ايه؟ بنقرب من نعمة ربنا بنقرب من مدد ربنا التجريب يفتح كل أبواب السعادة لما تجرب هتحس ان انت انسان تستطيع ان انت تتجدد واهم حاجة تتجدد فيك سلتك بمولاك ورؤيتك لنعمه سبحانه وتعالى تجددوا وجربوا مش هتخسروا حاجة ثلاثة اربع مشاكل البيوت وتلاثة اربع مشاكل الناس ان هم ينوه ان مستقبلهم يكون مليان بالتجريب عشان يحسوا بنعم المجيب القريب وكمان يحسوا بان ربنا سبحانه وتعالى هو خير حبيب لأنه سبحانه وتعالى جعل التجريب يفتح أبواب السعادة والهنى والنعمة مشكروا نعمة ربنا وجربوه عشان تحسوا بقد ايه نعمة ربنا وسعى والحياة نثر الله فيها الجمالة ونثر فيها النعمة يا رب اجعلنا من اهل النعم ومن اهل شكرها ومن اهل استثمارها بالتجريب وبالسير اليك يا رب العالمين على الدوام يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين وسع علينا حياتنا بودك وكرمك وجودك يا ارحم الراحمين اشتركوا في القناة